بحث وزير البترول طارق الملة مع وفد من شركة أكسل موبل العالمية برامج الشركة العالمية لزيادة استثماراتها وتطوير أنشطتها في مجال تسويق وتوزيع الوقود بمصر وتابع الوزير مع وفد أكسل موبل خلال اللقاء برنامجها الحالي للتوسع في إقامة محطات خدمة وتموين السيارات حيث سيتم تشغيل محطات جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة